قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيليين قوات الاحتلال واجهت ثلاثة حوادثة خطيرة في حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع أسفرت عن وقوع خسائر بشارية الإذاعة أكدت أن الجيش واجه مقاومة كبيرة ومعارك صعبة خلال العملية ولسيما الاشتباك من مسافة قريبة لقوة غولاني مع مقاومين في أحد أزقة حي الزيتون الذي قتل فيها جندي وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أنه أطلق صاروخ مضاد للدروع على مركبة محصنة للجيش الإسرائيلي أدى إلى إصابة جنديين بجراح خطيرة فيما استدف صاروخ آخر قوة أخرى أدى إلى إصابة جندي بجراح خطيرة